اليمين المتطرف اليوم اللي تقوده مارين لوبان ومن معها من حولها بارديلة وغيرهم في الحقيقة انتقل من معادات السامية ومعادات اليهود معادات شديدة طبعا كان يعادون اليهود والمسلمين والمهاجرين وخاصة في فترة والد مارين لوبان في الفترة واللي هو السفاح نعتبره سفاح في الجزائر هو اعترف انه كان يذبح بيديه وعنده حتى اعتراف ومرة نشر السكين نشر الخنجر نشر الخنجر اللي كان يذبح به مجاهدي الجزائر اللي كان يذبح به الفدائيين والمجاهدي والمقاتلين أيام الثورة طبعا يذبحهم لما يكونوا أسرع ماش يذبحهم في الحرب لم نقول له الشجاعة ونشر ذلك هذا اللي هو والدها جون ماري لوبان هو اسمه جون ماري لوبان هو أيضا وهي اسمها مارين لوبان هو أسس الحزب السوفي 72 كان يسمى الفرون ناسيونال الجبهة الوطنية لكن ودخل حتى الانتخابات في ال74 انتخابات الرئاسية في ال74 اللي كان فيها جيس كارديستان وميتيرون واللي فاس فيها جيس كارديستان ودخل الانتخابات كلها من بعد أكبر فوز له كان في 2002 حينما ذهب إلى الدور الثاني وقابل شراك في الدور الثاني واجتمع كل ما يسمونه في فرنسا بليري في بليكا وقالوا ننتخب للشراك ضد الصعود اليمين المتطربة لكن لوقع في في بعد 2012-2013 توطرت العلاقات ما بين البنت ووالدها لأن حزب الفرون ناسيونال هذا قضية عائلية وما زال إلى حد كبير قضية عائلية فتوترت العلاقات لأن البنت كانت دخلوا عليها المستشارين تاحا ونقول لها لازم تغيروا الخطاب اليهود بالعكس اليهود ممكن أن نجد من عندهم دعم وصهاي نرى هم يحكمون العالم وما دمتم ضد ما دم والدك ضد اليهود إلى آخر فلن تنسى عيدا وبالفعل في 2015-2016 تم طرد الأب لماذا تريد؟ لأنه كان صرح تصريح قال بأن تصريحين قال بأن قضية مقتل اليهود والستة مالعين هذا ستن ديطايد هذا أمور تفصيلية في حرب عالمية كانت ضخمة وكانت لها تداعيات وتأثيرات وهذا ستن ديطايد والأمر الثاني أنكر وجود لشانبراغاس اللي هي قضية هذه الأفران اللي كانوا يرموا فيها اليهود وأنكرها طبعا كانت الفرصة للبنت لبنته باش تشنع لي هجوم عنيف وتقوم بتجميده في الحزب ثم تقوم بطرده وهذا اللي إذا شئ نرتب لها العلاقات مع صهاينة العالم بمعنى وأصبح الآن الفرون ناسيونال اللي أصبح يسمى تجمع الوطني من الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني بدل ثقافته ولذلك انتقل انتخابات 17 انتخابات رئاسية في 2017 جابت نتيجة مرتفعة جدا هي اللي قابلت ماكرو وفي 2022 ارتفعت النسبة وجابت حوالي 42% وهي أيضا لقابلت ماكرو ولو أن ماكرو وممشاش معاه اليسار اللي هو في خصومه معاه وحتى اليمين الديقولي اللي هو أيضا في خصومه معاه لو كون ممشوش معاه في 2017 وفي 2022 كان ستهزموا مع ذلك هزماته في الانتخابات البرلمانية في بداية الشهر في بداية جوان هذا الشهر اللي فات وهاي هزماته في آخر يوم في شهر جوان في الانتخابات التشريعية مرة أخرى هذه المرة انتخابات التشريعية الفرنسية طبعا الهزيمة هي هزيمة الأصوات مش هزيمة المقاعد هزيمة المقاعد ما زالت لم تحسم ستحسم يوم 7 جوليا الماضي يوم الأحد القادم لكن أين هي الأحوال الآن الأحوال الآن أن هناك تنافس شديد الحزب الأول اللي خرج هو الأول هو تجمع الوطني انتع بنت السفاح هذه مارين لوبان بكم بحدود 34% أو 33% جاب 33% بينما حزب اليسار جاب 28 فاصل و خلينا نشوفوا الأرقام بالضبط باش نكونوا دقيقين كانت في حدود 33% 28% و 21% بالنسبة لحزب ماكر إذن ما زال حزب التجمع هو الأول من حيث الأصوات اللي حصل عليها و مع بعض التحالفات عندهم تحالفات أحزاب صغيرة وخاصة انت حزب ديغوليين اللي هو يقود شخص يسمى سيوتي واللي جاب 10% حزب الديغوليين قسم من قسام شديد ما بين رئيسه اللي يتحالف مع اليمين المتطرف هو سيوتي هو شخص متطرف أيضا يعني هو فقط نضم إلى أسرته المتطرف وما بين عدد من الكبار أعضاء الحزب اللي أعترضوا على أن يتحالف مع اليمين المتطرف المهم هو جاب 10% وأكيد أنه قال ونسمعته قبل يومين يقول بأنه أعطى تعليمات لأعضاء الحزب ولأنصار الحزب عندما لا يكون هو متواجدين يعني عندما لا يكون أي واحد من حزبه حزب اليمين حزب الديغولي هذا في المنافسة يعني في الرتبة الأولى أو الثانية فأنهم ينتخبوا لحزب ما سمى هو الوغطانيين أي اليمين المتطرف كيف رد ماكرون وال التجمع هذا اللي يسموه التجمع اليساري الجديد أو الجبهة الجديدة اليسار ردوا قالوا بالليحنا كلنا جمهوريين نحن جمهوريون وبالتالي نتناسى خلافاتنا بمعنى أن ماكرون وحزبو يتناسوا خلافاتهم اللي هي مع ميلانشان وحزبو والأحزاب الثلاثة اللي معاه لأن هذا الجبهة الجديدة اليسار هذه اللي أن بيافي سموها نظن نعم الجبهة الشعبية الجديدة فيها كما قلنا حزب فرنسا الأبية فيها الحزب الاشتراكي فيها الحزب الشيوعي وفيها حزب الخضر الأربع أحزاب مع بعض الانشقاقات عند الاشتراكيين خاصة يتحالفون الآن مع جماعة ماكرون اتفقوا كالتالي أين يكون الآن عندنا 310 يسموهم لتريونجيلار ما معنى 310 يسموهم تريونجيلار أغلبية المقاعد مقاعد في فرنسا وما كان في حدود 590 إذا ذكرت جيدة في حدود تقريبا في ذلك الرقم الآن الأغلبية المقاعد لم تحسم لم يحسم منها إلا عدد قليل أكثر من 80% من المقاعد لم تحسم تأخذوا قرار أنه في هذا 310 تريونجيلار 305 تريونجيلار بمعنى أنه فيه 3 متنافسين وحتى وخمسة وحد أخرين فيهم أربعة متنافسين كيف يشبقوا ثلاثة اللي في الانتخابات الفرنسية القانون يقول اللي يجيب 12 ونص من أصوات المسجلين ليس لمنتخبين المسجلين لزينسكري ليس لزينسكري ليس لزينكسيا ليس لذهابوا إلى الانتخابات اللي يجيب أكثر من 12 ونص يبقى للدور الثالي إذا لم يحسم المقاعد في الدور الأول لذلك هذه أكبر مرة يجيهم ما يسمى بلتريونجيلار بمعنى أن فرنسا منقسمة إجمالا إلى ثلاث أقطاب سياسية اليمين المتطرف وهو القطب الأول الآن بثلث الأصوات الفرنسيين اليسار المتحالف مع بعض والبعض وهو يحصل على أكثر من الربع ما بين الربع والثلث وحزب الرئيس اللي هو حصل على أقل من الربع والأحزاب الأخرى تقاسمت البقية كم تقاسمت تقاسمت حوالي 18% المتبقية عشرة منهم إلى الديغولويين وثمانية بالمئة إلى باقي الأحزاب انقسمت بيناتهم الآن هذا الثلث مئة وعشرة مقعد اللي سمت ريونجيلار حزب الرئيس وليسار تفقوا على أنه اللي جي الثاني منهم هو اللي يبقى الثالث يتنازل لصاحب الرتبة الثانية أو لصاحب الرتبة الأولى بمعنى أنه في الانتخابات انتع سبعة جوية إذا كان هناك مرشح فيه الجبهة الوطنية والثاني هو من حزب الرئيس والثالث هو من حزب اليسار هنا في هذه الحالة جماعة اليسار يتنحى المرشح بش يترك الناخبين ينتخبوا على أذن من حزب الرئيس وإذا كان مثلا في حالة أخرى التجمع الوطني هو الأول اليسار هو الثاني وحزب الرئيس هو الثالث الرئيس حزب الرئيس هو اللي يتنازل لجماعة اليسار هذه واضحة لكن عندهم مشكلات لأنه في حالات معينة وإن يكون مثلا حزب الرئيس هو الأول واليسار هو الثاني واليمين المتطرف هو الثالث هذه ما زال ما حلوش إشكالاتها على الأقل لحد الآن هما اليوم على الستة على المساء على الستة عصرا للخمسة بتوقيت الجزائر خلاص تم كل شيء أنا ما طلعت فقط على كيف انتهت عرفت باللي مئتين وعشرة حسيمة تتفقوا حولها من الثلث مئة وعشرة في المئة هذه كثير اللي هما من مقاعد الرئيس ما حبوش يتنازلوا اليسار خاصة أن الرئيس نفسه وأعضاء حزب الرئيس كانوا يشتمون اليسار شتما بائسا ويعتبرهم متطرفين وأنهم الوجه الآخر لليمين المتطرف وضواء إلى آخره فما زالت الحزازيات والحساسيات بينتهم إذن نحن رأنا راحين الانتخابات خطيرة جدا بالنسبة للفرنسيين ممكن جدا اليمين المتطرف ما يحصلش على الأغلبية المطلقة هذا هو المحتمل لكنه في كافة الأحوال سيكون هو القوة السياسية الأولى في البلاد بمعنى أنه قد يأخذ قد يأتي حتى في الرطبة الثالثة من حيث المقاعد أو الثانية طبعا أو حتى الرطبة الأولى سواء كان في الرطبة الأولى أو الثانية أو الثالثة المهم ما يجيبش لأغلبية المطلقة ما يقدرش يشكل الحكومة أي أن الحكومة القادمة لإحتمال كبير أنها ستتشكل من اليسار ومن حزب الرئيس بينهم خلافات لا حدودة له اليسار وحزب الرئيس حزب ماكرون هذا اللي يسموه معا كان يسموه النهضة وكان يسموه قبل النهضة ومش عارفت لاري بي بليك وكل مرة يبدلوا في تسميات لأنه هذا دليل عندما تتغير تسميات كثير هذا دليل اضطراب في كافة الأحوال فرنسا دخلت مرحلة مايش مرحلة تعايش الآن ماكاش تعايش لأن اليمين المتطرف يعتبروه حزب غير جمهوري وهما بخلافاتهم مع خلافاتهم وخصوماتهم اليسار المتحالف مع حزب الرئيس عندهم خلافات وخصومات كبيرة لكن يعتبروا نفسهم كلهم جمهوريين مع ذلك الخلافات كبيرة جدا بينهم نحن نشهد تمزق الطبق السياسي الفرنسي تفتت الطبق السياسي الفرنسي مزيد من خصومات الطبق السياسي الفرنسي اضطرابات متصاعدة داخل الطبق السياسي الفرنسي والمرجح كما قلنا ان حزب لوبان مش هو اللي رح يشكل الحكومة لكن سيكون اما القوة الاولى او الثانية في البلاد هذه من ناحية من ناحية المقاعد وهو يقينا القوة الاولى من حيث الاصوات طبعا يقدر الناس يقول لك كيف هم مقاعد هو الثاني او الثالث وفي الاصوات هو الاول نعم لان فيه تحالف بين اليسار وحزب الرئيس على المقاعد وهوما لما ينسحب واحد منهم لصالح الآخر فمرجح جدا ان هذا هو اللي يفوز وهو مش حزب اليمين لان اليمين عندهم حدود الحدود انتاحهم هي في حدود 40% يعني الحدود او 42% وهو نفس النسبة اللي جابتها ماري لوبان في الانتخابات الرئاسية مع ماكرو بغض النظر على كما قلت واحتمال اننا سنشهد حكومة حكومة يسار ومشكلة من اليسار ومن ومن ماكرو ومن حزب ماكرو لكن هؤلاء ايضا بناتهم خلافات وانقسامات شديدة ووجود اليمين المتطرف كقوة سياسية من حيث الاصوات هو الاول في فرنسا سيضغط على كل تصرفاتهم ولذلك انا اعتقد ان حتى لو تتشكل حكومة ما بين اليسار والرئيس وهذا هو المحتمل القادم لن يطول زمنها لن تطول ايامها لان اليمين وهو يشعر بقوته وهو القوة السياسية الاولى في البلاد فانه سيضغط في كافة الاتجاهات وسيدفع لان تكون هناك رئاسيات مسبقة اليسار وخاصة ميلانشان قد يتحالفون الضمنيا مع اليمين في هذه النقطة مع اليمين المتطرف لانهم هم ايضا يريدون الاطاحة بماكرون بمعنى انهم حتى حينما يتعاونون هذه المرة لغلق الطريق على اليمين المتطرف فان الخصومات بيناتهم بين اليسار وحزب الرئيس خصومات كبيرة جدا والخناجر في الحقيقة كلها رهي قد اخرجت من اغمادها رهي فقط تنتظر اللحظة اللي ربما مرة اخرى هم يتضربوا بيناتهم هذا يعني ان فرنسا اصبحت منقسمة اذا شئنا الى ثلاثة امم داخلها ثلاثة امم سياسية امم امم مش اطراف او احزاب او اقطاب لا امم لان الخلافات شديدة قبل هذا الوضع كانت الانتخابات في فرنسا ما بين اليمين واليسار واليمين واليسار يختلفون في الضرائب في الهجرة في العمال في الارتريت يختلفون في ما هو تقني اجتماعي ثقافي قليلا سياسي قليلا ما كانوش يختلفوا في القضايا الكبرى الجوهرية خاصة بالسياسة الخارجية اليوم اليمين المتطرف هو ضد دعم اوكرانيا هو اقرب الى بوتين في خلاف شديد مع الرئيس اليمين المتطرف خصومته في قضية الهجرة لم تعود قضية خصومة اصبحت انتقلت الى الفرنسيين اللي عندهم ازدواجية الشخصية الجنسية لمزدواج الجنسية اصبح يقال اليمين المتطرف يقول لك ما نعطلوش مناسب معينة وهذه في البداية قائمة اولى فقط بمجرد ما يتمكنوا يسعوا في القائمة اذا الخصومة مش كما كان زمان حول قضية الهجرة وقضية اللجو لا الان حول فرنسيين من قبل جد لممكن جد العاشر فرنسي لكن فقط لانه ما زال يحتفظ بجنسيته السينيغالية او المغربية او الجزائرية او اللبنانية او التونسية قال لك لا هذا ما نقبلوش فاذا الخصومات الخصومات كبيرة وكبيرة جدا الخصومات كبيرة وكبيرة جدا وستكبر اكثر لماذا ستكبر اكثر لان الانتخابات الفرنسية لا تعني الفرنسيين فقط تعني الاوروبيين فرنسا هي قلب اوروبا هي الثانية تكبر اقتصاد في اوروبا اوروبا الاتحاد الاوروبي هي ثالثة اوروبيا بعد بريطانيا ولكن داخل الاتحاد الاوروبي هي الثانية وهي لما تشوف الجغرافيا تجد فرنسا تتوسط أوروبا الغربية الاتحاد الأوروبي بني الثنائي معروف الثنائي الألماني الفرنسي الألمان متخوفين جدا لكن الألمان هو أيضا وضحه موش مثالي حزب المستشار الألماني جاء في الرطبة الثانية اليمين في ألمانيا ويقود حزب يسمى حزب البديل وكأن أحزاب صغيرة أخرى هو القوة الأولى الآن يتساعد في اتجاه أن يصبح القوة الأولى بالرغم وفي بعض الولايات الألمانية ألمانيا هي دولة فدرالية البديل هو الأول إذن كان مشكلة التطرف اليمين المتطرف واليمين المتطرف هذا مجاش من فراخ يعني كان أشياء من أهم أشياء اللي جاء منها هو أن الأحزاب الكلاسيكية سواء اليمينية أو اليسارية أو وخاصة اليمينية اليمينية الكلاسيكية تقليدية دي جولويين إلى حد ما ماكرون طبعا ماكرون يتكلم على أساس أنه وسطي ولا مش حقيقة ما هو مش وسطي هو يميني وأقرب إلى اليمين المالي يعني هو ستنبير برودويت على فنانس مونديال ماكرون استخدم شيطنة الإسلام شيطنة الإسلام بلا حدود طبعا أنا تكلمت عن الموضوع هذا أكثر من مرة وربما مرات بعض إخوانا يقول لك لا ربما رك تبالغ في هذه النقطة لا مش مبالغ في الحقيقة لأن القضية هنا اللي كان استخدمه هو في شيطنة الإسلام هو ماذا حدث اليمين المتطرف تصالح مع اليهود بعد طرد جون ماري لوبان اللي تكلمنا عليه بعد أن طردته بنته بداية من 2012-2014 وأقصية تماما من الحزب أول شيء دارته هي أنها قالت نحن ندعم اليهود نحن ضد السامية نحن وكان حزبها معروف بأنه معادي للسامية ومعادي بحق فهي قالت لا نحن ضد السامية نحن عندنا مشكلة هي تعالإسلام مشكلة هي تعالمسلمين اليهود هم فرنسيين واعدادهم مش كثيرة ويمنوا بلا ريفيبليك وهما عندهم طبعا لاريفيبليك هي الإله وبالقيام لاريفيبليك إلى آخره بينما المسلمين لا ما يمنوش به لما جاءت بعض الأعمال الإرهابية المدانة بالشك واللي مناش عارفين دائما إذا كانوا صح لأن هذه داعش من هي داعش هذا هو السؤال اللي يطرح أو القاعدة من هي القاعدة أكيد فيها بعض المسلمين وإسلاميين وأكيد قاموا بتفجيرات وإجرام لكن بوتين قبل شهرين عندما وقع عنده الضربة الرهيبة اللي وقعت في المسرح قال داعش هذه رهي دخلتها مخابرات غربية قال هذا بصرح العبارة وكان أحيانا دول غربية تهمت بأن داعش تديرها روسيا إذن دخلت عليها عدة دول بغض النظر نحن ندين الأعمال الإرهابية أي إن كان الفاعل وتحت أي سماء وفي أي زماء عندما هو اغتنم الفرصة وراح يشيطن في الإسلام وفي المسلمين ويغلق في كثير من المساجد والمراكس الثقافية والمراكس التعليمية تجاوزت الألف ومئتين جاء اليمين المتطرف قال له هذا اللي كنا نقول لكم أنتم وصلتونها الآن فقط إذن عند الشعب الفرنسي عند جزء من الشعب الفرنسي على الأقل الثلث من الفرنسيين يقولوا لا اليمين المتطرف أفضل منكم لأنه كان أصدق منكم في توضيح أن الإسلام والمسلمين تهديد وأنه يجب أن نضح حد للهجرة يجب أن نضح حد لوجودهم نطرد كل من نستطيع طرده اللي عندهم جنسية مزدوجة أن نوقفوه على مجموعة من الأعمال والمناصب بمعنى أن يجعلوا حياة المسلمين بما فيهم الملحدين من المسلمين بما فيهم لذاتي بما فيهم اللي ما يمنوش بربي بما فيهم اللي يامن ولكن كما يقولك المهم هنا هو الإسلام الثقافي وليس الإسلام بمعنى ديني وإنما فقط كونك مسلم ولد مسلم تحمل اسم مسلم أعطيت لكم مثال مرليفات شخص يسمى منير أعتقد منير بوجلال مراد أو منير بوجلال وكيف أنه يقول أنه ملحد ومع ذلك يهاجموه بشدة الآن برغم أنه قدم لهم أنشأ آلاف مناصب العمل حقق قرن انتصار كبير لحزب لفريق الريبي في مدينة طولون وأشياء أخرى كثيرة جدا يقبلوش هذا ذكرني في مقولة كما استمعت للمرة الماضية ذكرني في مقولة أربما البعض منكم يعرفها وهي عربي عربي والله يولو كانت تكون الكورونيل بن داود وفقط نعود نذكر بها لمن يعرف القصة هذه قضية العربي عربي والله يولو كانت تكون الكورونيل بن داود هي تعود إلى قبل 40 أو 50 سنة أكثر بكثير سبعين سنة أو 80 سنة كان هناك كان هناك حفل احتفال وإن الأسبسيون كما يقال احتفال وجايبين فيها الكبار قادة الجيش الفرنسي وكبار الجنرالات والعمداء والعقاداء إلى آهره وفي هذا الاحتفال كانت زوجة الرئيس يمكنني ذاكرتي جيدة زوجة الرئيس أو زوجة مسؤول كبير أكبر المسؤولين اللي كان حاضغ يومها وجا تسلم على العسكر اللي كانوا مصطفين باش يسلموا على هذه المرأة ذات الوزن الكبير باعتبارها زوجة الرئيس زوجة أهم شخصية عندهم فسلمت عليهم لما جا مدلها الكورونيل بن داود وكما تعرفوا اسمه هذا اسمه عربي يعني هو من جزائر طبعا الجزائري يوصف بأنه عربي سواء كان قبائلي أو شاوي أو عربي أو تارقي كان كله يوصف عربي ويوصف صرته بأنه بأوصاف بذيئة يعني ما يقدرش حتى الوحدة يكررها فلما جات مد يدها باش يسلم عليها جبدت إيدها نعم نسلم شا عليكم قدرش نسلم عليك فأو شاف فيها وقال لها عربي عربي وكال كورونيل بن داود يعني حتى وأنا أصل إلى واحدة من أعلى الرتب وأنا ذاك لم يكن أي واحد من الجزائرين قد وصل إلى رتبة عقيد هو على رتبة يصلها كورونيل وأتى وأنا معكم وأنا في جيشكم وأقاتل من تقاتلون وأقتل من تقتلون وأأسر من تأسرون وأنا أنفذ أوامركم وأنا قائد معكم ما تسمى المجالية رفضت أن نتمديدها لهم هذا هو اللي رح ينطبق فيما هو قادم على كل المسلمين اللي في فرنسا سواء وصل حزب اليمين المتطرف وشكل الحكومة وهذا مستبعد أو بدون تشكيل الحكومة يكفي أنه القوة السياسية الأولى في البلاد حتى لو لم يكن القوة السياسية الأولى من حيث المقاعد هو القوة السياسية من حيث الأصوات لنك عندنا ليفوا وعندنا ليسياش حيث ليفوا هو القوة السياسية الأولى بركة في الانتخابات القادمة أيضا رح يحصل من حيث الأصوات أقل شيء أقل شيء على 35-40% من الأصوات وربما يتجاوز حتى الأربعين بالمئة من الأصوات قليلة إذا تحالفوا الآخرين وتحالفهم جاب لهم أغلبية وشكل الحكومة يبقى حزب بنت السفح حزب مارين لوبان يبقى هو القوة السياسية من حيث الأصوات وهنا وينتكمن حتى الخطور لأنني قناعتي لو كان يدخل للحكومة تكون خطورته أقل كيف؟ لو يدخل للحكومة الأوضاع الاقتصادية في فرنسا سيئة طبعا مرات لما نقول سيئة أن نسيحسبوها كما رهي الأوضاع في الجزائر لا مش كما رهي الأوضاع في الجزائر أوضاع في الجزائر مش سيئة أوضاع في الجزائر هي تحت الكارثة لكن بالمقاييس الأوروبية والمقاييس الفرنسية الأوضاع سيئة الآن يعني فرنسا قبل 20 سنة كان الوضع الاقتصادي فيها مليون مرة أفضل قبل 40 سنة كان مليون مرة أفضل فهما مقياسا لهمهم مقياسا لهمهم لأن ما زال متوسط الدخل في فرنسا متوسط الدخل هو ثلثلاف أورو مع امتيازات أخرى يأخذها الإنسان ثلثلاف أورو بمعنى عبد راهم الجزائر 72 مليون احنا متوسط الدخل في الجزائر هو خمس ملايين اللي هو كم؟ هو 210 أورو إذن في فرق رهيب لكن بمقاييسهم الوضع الاقتصادي السيء بمقاييسهم الوضع الاجتماعي سيء بمقاييسهم الوضع السياسي سيء بمقاييسهم الوضع الإقليمي سيء حرب روسية في أوكرانيا وحرب صهيونية على غزة وفرنسا تتأثر في الحالتين لو جي حكومة اليمين المتطرف واعتقد أن ماكرون كان خذل مقامرة في هذا الاتجاه فإنها باختصار بسيط ستغرق في الأوضاع السياسية والاقتصادية وإلا إذا اتخذت إجراءات راديكالية لو تتخذ الإجراءات راديكالية النقابات في فرنسا قوية جدا واليسار النقابي قوي جدا واليسار الإيكولوجي قوي جدا سياسات اليمين المتطرف ستصطدم مع اليسار النقابي ومع اليسار الإيكولوجي ومع اليسار الاجتماعي وحتى مع كبار الأغنياء وبالتالي ستدخل في خصومات وراحة فرنسا تتشل والفرنسيين هم أكثر الشعوب الأوروبية اللي قوموا بمظاهرات واحتجاجات وإضرابات أكثر شعب في أوروبا وربما في العالم الغربي كله مش ربما أكيد إذن في هذه الحالة بالعكس اليمين المتطرف رح يأخذ العصاء لأنه عندما يحكم ستظهر المشاكل في كل تجاه لكن اللي رح يحدث هو أنه مش رح يحكم أنا قناعتي أن هذه الانتخابات ما يخرج فيها بأغلبية رح يخرج ب مش بأغلبية مطلقة رح يخرج بأغلبية لكن ليست مطلقة وبالتالي مش رح يحكم وهنا وضعه يكون أخطر لأنه يبقى قوة اعتراض دون أن يتحمل مشاكل واعتراضات وانزعاج وقلق الحكم هنا وين تكون خطرته أكبر طبعا هو سيركز أساسا مدعوما بالذباب الصيني والإيراني والتركي والروسي هذا كلهم بالمناسبة هذا كلهم دخل للانتخابات الفرنسية وتلاعبوا فيها كلهم وفي الانتخابات في الغرب يكفي أن تستطيع أن تؤثر في 5% من الناس يحسن مرات في كثير من الحالات الانتخابات في الغرب تحسن بنقطة نقطتين أقصى تقدير 5 نقاط أو 6 نقاط والذباب هذا عندما يدخل العموق على التواصل الاجتماعي بملايين سواء الروبوتات الصناعية أو البشر يؤثر يكفي أن يجلبوا ملفات تأصيرات تأخصومات يكفي أن يأتي شيطرة المسلمين يعني القضايا اللي في فرنسا هي حالة تحدث حالة انفصام وانقسام إذن في كافة الأحوال يعني أننا دخلنا إلى حالة من الاضطراب في فرنسا وهذه الحالة ستتوسع إلى الغرب العوروبي والأخطر منه أنها تأتي في ظرف وين الإمبراطورية مش مستقرة هاي الخطورة الخطورة الأكبر ألمانيا قلقة جدا كثير من من الأسهم في فرنسا انخفضت بعض الأسهم ستنخفض بشدة خاصة وين يعتبروا بأن اليمين المتطرف عنده قدرة على التأثير عليها أو على المساس بنشاطها الاقتصادي أو تجاري